اشتركوا في القناة 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 في كل هذا المفروض الحين هذا الشيء اللي أسمعه من الناس وتبه الصراحة مبأسان عشان أنا أكون في النهاية إحنا هدفنا شو ندعم المجتمع ندعم المجتمع نحط لنا بصمة حلوة يذكرون الناس بدعوة طيبة يذكرون أن ترى الإنسان ما تعرف بين يوم وليلة سبحان الله يا رب العمار بيد الله يحفظكم يحفظ لكم أهاليكم يحفظ لنا عيالنا وأهالينا فالإنسان لازم يحط في باله الكلمة الطيبة هو الذي يمكث في الأرض صحيح ومدرب معتماد ومحاضى وشو تبهوا معاك أنا واللي تبهوا واللي يطلبني نسير ندعم الناس إن كان تلفزيون إن كان راديو الحمد لله الحمد لله يعني نحن نشوف الشخصيات مثلت مثل صوفية الشحي نعم فيها نوجه له تحية وعلي السنوم يعني نحن نشوفكم نحن نتحفز نقول نحن نبا نستوي يعني نحن بعد ما نقدم شيء للدولة وإن شاء الله نتكافوك يا عبد الرحمن إن شاء الله رب العالم يعطيك على نيتك إن شاء الله أنا دوم يعني دوم أنا حط غيري الأولية عقب نفسي لأن أنا عرف يعني إن شاء الله بإذن الله يعني أنا بوصل للمكان اللي أنا أباه بس أنا أهم شيء أساعد غيري اللي محتاج يدور لشغل واللي يحفزه واللي ما يعرف شو يسوي وين يبا يدرس وين يبا وين يبا شيء يقدم للدولة أنا أعطيهم فرص وأعتقد أنت اللي يشوفك هاي بروحها أمل يعني تعرف يا رب العالمين يحطنا في ابتلاءات في حياتنا عشان نكون صح نتألم لكن عشان نكون دول غيرنا صحيح من خلالك فأنا الدوم أقول الأمور والأحداث لا تحصل لك هي تحصل من خلالك فإذا إحنا استوعبنا هذا الموضوع هتقدر أنك تعطي بشكل أفضل للمجتمع والله يعطيك العافية الله يعافيك دكتورة غير أنا أحاب أعرف فكرة أنش أنت تنصحين المجتمع نصايح زوجية واللي يفكر يعرس من وين يتلج هالفكرة يعني أنت ما شاء الله يعني من قبل عندك هالخبرة ولا حد مثلا تشافت قال ما شاء الله عليك يعني أنت عندك خلفية في هالموضوع ليش ما تقدمين على السوشال ميديا يعني من وين يتلج هالفكرة حلو أو يمكن عندك شهادات في الموضوع سبحان الله تمام جميل سؤال ويد حلو أنا كنت متزوجة 22 سنة حياة طيبة كانت الحمد لله الحمد لله والناس على فكرة اللي يتابعوني يعرفون يعني أنا أقول عشان الناس تتعلّب حياة طيبة جدا ومريت أيضا كذلك بالانفصال من هذا الرجل اللي أبو عيالي اللي ما قصر فينا حد بيقول لك الحين دكتور أنت تمدحينه ولكن انفصلتي عنه بقول لك أن الدرس اللي تعلمته أنه أحيانا هم درسين الدرس الأول أن كل علاقة تنتهي يا بالانفصال يا بالوفاة حتى لو كانت صداقة وكل علاقة هي إضافة ولما تنتهي إضافتك لي يعني ينتهي مشوارك عندي خلاص في هالوقت فرب العالمين يوكل هذا شخصي عندما يتوكل مكان ثاني أو يأخذ أمانته ويردي لرب العالمين حلو، هذا الدرس الأول الدرس الثاني تعلمت أنه أحيانا أنت مش سبب الطلاق إحنا أنا كامرأة المجتمع يقول أنت المفروض أنت تحافظين على بيتك وأنت تكونين أنت اللي يماسك البيت لا، اللي تعلمته أن الرجل هو أساس الزواج فرق المرأة الأساس البيت رجل أساس هو صمغ والسرح العشرة الزوجية بين المرأة والرجل هو اللي يقدر يعرس على وحده وهو اللي يقدر يطبطب عليها هو اللي يقدر يطلقها وهو اللي يقدر يتزوج والدى ثانية ويهد هذه الأولى وهو اللي يقدر ي dialectل وهو اللي يقدر يقول لا يا ثانية أو ما أي شخص ثاني دخل في حياته لا سامحيني أنا عندي بيتي وعندي عيالي لذلك الرجل أساس الزواج أما المرأة لما الرجل قوام منفق قوام منفق وهو أساس هذه الأسرة هو رب الأسرة رب المركب المرأة هي النائب وهي مسؤولة عن البيت البيت بعدما الريال تزوج نعلم؟ المرأة العيال وتهتم في بيتها وعيالها وفي نفسها وفي زوجها والزواج مشاركة آه بالضبط تعاون اتفاق ما يستوي النائب يسوي شيء بدون ما يرجع للمدير صحيح بس نحن ننسى أنها هي أسرة مؤسسة هي مثل أي مؤسسة صح 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 حلو فالمرأة باعتقاد المجتمع أنها هي هي اللي تسببت في الطلاق مبشرة مبشرة لا مبشرة لأن إذا الرجل اختار درب ثاني غير هذا الدرب أنت شو وضعك أنا كوحدة شو وضعي لا حول لي ولا قوة مضطرة أني أكمل لوحدي وبنرجع بنقول هاي الخبرة اللي نتعلمها هي مو معنات أن الشخص سيء لا سمح الله بالعكس أقول لك عراسي وبعيالي يا بعيالي وإحنا اليوم أصدقاء أنا أرمسك وأوجيه لي تحية نحن اليوم أصدقاء أه والله يوفقه ويوفقني ونتعامل مع بعض في الإحسان عشان عيالنا بس سبحان الله يعني هي نصيب هاي الشغلتين أنا تعلمتهم من هذا الزواج يا كورونا وخلص كورونا وبدأت في كورونا أتكلم وكتبت أول كتاب في كورونا وبعدين طلعنا من كورونا كتبت تاني كتاب تقريبا كل سنة الحمد لله كتبت كتاب والحمد لله الكتاب تاني ضرب ماشاء الله ذاتك لقيادة حياتك عن الذكاء العاطفي وبسبب دراسة الدكتوراه في الذكاء العاطفي لأن أنا أحاول أربط ما بين كيف الإنسان يقود نفسه وينقود الآخرين مجتمع القريب والمجتمع الأكبر إذا كان دوام إذا كان ربع بالذكاء العاطفي فحصلت عمري ياسا في مقان أنا ياسا أتفكر أقول شستوها معاي أنا ترى انفصلت فبديت في وقت كورونا ومع البحوث والدراسات بديت أحلل رحلة الزواج وبديت أراقب رحلة الانفصال وبديت أقرأ أكثر وبديت أطبق علي أنا أصلا مدرب دربت فوق 900 ساعة ما شاء الله في الدول الحكومية من الشمال إلى بوظبي والحمد لله لكن مع كورونا ما في الحين أي تدريب فقمنا نسوي التدريب زوم صح؟ زين والتدريب أيضا استوها وجها لوجه الشخص مع الشخص لأن التدريب ليس بشرط من أن يكون ثلاثين شخص مع بعض ممكن يكون شخص وشخص يعني مثل هذه الجلسة هذه أنت الآن تقولي اختمايات قولي لي شرحي لي أو أصفي لي شو أسوي في الحالة الفلانية شو أسوي فأنا أصلا وظيفتي مهنتي تدريب مدرب معتمد وعندي إدارة مدارس عشرين اثنين وعشرين سنة إدارة مدارس خاصة في الدبي يعني هذه تعتبر شهادة لأننا نحن مواطنات قلة معدودين اللي يداومون في مدارس خاصة ويديرون مدارس خاصة الحمد لله الحمد لله فالخبرة جاءت من تربية أجيال من مشاهدة الناس والأهالي وأولياء الأمور من المراقبة والنفس والذات وتطبيق أنت يستتكلم عن الذكاء العاطف أنت الآن تنصح الناس بالذكاء العاطف وأنت ما عندك ذكاء عاطفي ما يستوي صح ولا لا؟ نعم صحيح ويمكن هذا اللي خلى فيه ثقة من الناس لي والناس ترى الحين المشاهد والمستمع يفهم كل شيء ويلاحظ ويشوف ويقول لك إذا هذا منطقي ووعي في وعي وفيه إدراك اللي ياسي تكلم عبد الرحمن ما شاء الله عليه ووعي وإدراك ومنطق ودين وعلم وتخصص إذن يمكن هذا يساعدني في حل مشكلتي فقمت أدرب لشأ أشخاص لأن هذا اللي ينفرض عليه ترى التدريب الآن أخاف بكثير من قبل الآن مو حضرات قصيرة نعم نحن 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 من الدوار الحكومية ما يقفرون الجماعة ويستضيفون 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 لكن الحين تحس أن المشاكل الزوجية زايدة نعم الفترة زايدة تحس مع أحد مرتاح نعم ما تقدر الرجل أولا والمرأة ثانيا يلمون بعض اتلاحق لا يوجد تأخير يعني لا يوجد لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا يوجد شيء دخلكم اتلاحقوا على بعض لا تسمعوا لا تسمعوا لملموا شتات بعض قبل فواث العوان فالدرس هذا كبير وعاميق وأنك تتصالح معه صعب فأنا خذت الدرس هذا مع بحوث وقراءات وكتابات ومقالات وكتب ودراسات وبدأت أطبقه في التدريب فيقول لك اليوم التدريب هذا اللي one to one فقط في الذكاء العاطفي حتى تخصصي إن شاء الله عليك فيقولون عنا عنا مصطلح يستخدمها يسمها استشارة طبيعي يعني أنا أخذ برايك بشورك يقول لك ما خاب من استشار صح؟ صحي الشورة وأمركم شورة بينكم فأنا حس إنها مسؤولية كبيرة أني أنا الله سبحانه وتعالى حطني في هالمكان يمكن تزوجت وانفصلت عشان أكون دول غيري بالحسنة بالإحسان لأنه سهل لأنك ما أقول لك البناء صعب يعني يوم بتبني بيت بتأخذ أقل بيت 14 شهر وتدخل عليك المال الكهرباء وتسكن تعال اهدم البيت ما يأخذ لك يوم يومين فهي مؤسسة تبنيها وشي مرة وحدة لا 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 يأخذ وقت يأخذ وقت فهذا دورنا ما بالك الإنسان اللي مجرب ومار مار بمرارة الطعم هذا اللي هو لا يليت موبتي أتمنيت لو يسمعني لو فسبحان الله الخبرة تضيف يضيف وائد على العلم وهاكذا ما شاء الله عليش دكتورة أنا الصراحة يعني ناس ما قلت لش يعني الكل يعني في كل بيت يعني في مشاكل في البيت في مشاكل في الدوام يعني أنا فترة كنت وقت متأثر صحتي النفسية ورحت مستشفى مستشفى خليفة عن دكتور ناصر الريامي يعني صراحة نعم في الدكتور يعني ما شاء الله عليه يعني عالجني يعني حفزني طبعا قال لي أنت ما عليك من الدوام وهذه الأمور يعني تكلمنا وهو يعني وداني لطريق الصح يعني وين أبدأ في الدوام وكيف أنا أقنعهم وعقب فترة قبل شهر روحت أتعالج في تايلند وروحت عن دكتور بعد نفسي يعني الصراحة يعني يوم قابلت الدكاترة فتحولي مجال أن أبدأ دراسة يديدة اللي هو positive psychology كيف تقنع هالشخص نفسه يعني هو يعني أنا ما كنت أعرف أنه في شيء اسمه positive psychology بس يوم شرحوا لي عن الدراسة كيف تقنع هالشخص يعني يكون مقتنع معاك يعني أنا قلت خراس أنا أبا أدخل هالمجال عشان أن أنقلل المشاكل التي تستوي في الدوام والحياة الشخصية وهالأمور فإن شاء الله قريب أبدأ بهالدراسة إن شاء الله يا ربي الله يوفقك إن شاء الله وبتروم وتقدر وإن شاء الله خير والله يثبتك ويشوف دام أن الله سبحانه تعالى طلعك من حلقة ضيق إلى أوسع طريق يبشر بسعدك إن شاء الله الحمد لله دام أنتي معنات أنت الله كاتب لك تخدم الناس لكن أنا لاحظت أن خدمة الناس هي أشرف مهنة خدمة العباد والمخلوقات عموما خير نكون واضحين الشجر تكرم الحيوانات طبعا الناس أكيد هي هذه من الكرامات كرامة الكرامة شيء رفعة الحمد لله الله يوفقك الحمد لله وبعد يوم الواحد يسوي مثلا نعمال خير يعني يرتاح نفسيا نعم الحمد لله نعم صحيح الحمد لله قول لي عاد أسألتك عاد عاد أنا ما قدرت يوم مع أسألة الأهل والربع والله الزين فيا لي سؤال حرمتي أن ما تتفاهم معاي راتبة عشر تالاف وأقل وحرمت تبقى تسافر بس هو ما ما يقدر يقول أن هي تضغط عليه ما يقدر يسوي شيء فوق طاقته وهم عندهم دين فأنا كيف أقنعها يعني هذا الموضوع الموضوع اللي سبحان الموضوع كل صيف يحصل الناس تبقى تسافر وانت تشوف الزوجة الحلوة الجميلة تشوف الفيديو الناس مسافرين وطالعين وأنا أبو كذا وأكيد نفس تبقى بس الفكرة في الموضوع أن لازم يكون عندي وعي وإدراك لازم أنا ليس بروحي الآن أنا لا ساكنة بروحي الآن أنا معي ريال والريال مع زوجته وإذا عندهم عيال أنا لا مسؤول عن نفر واحد أعتقد المشكلة أخي عبد الرحمن وهذا الواضح عدم الوعي بمسؤولية المؤسسة هاي المسؤولية المؤسسة المسؤولية كثيرين منها يعني أسمع أنا من الاستشارات التي تتيني تحس أن مثلا الرجل بعدها حاس عمره خنقول يشعر أنه يريد عزابي بعدها موت أقلم في الزواج فبدون قصدها يهمل الزوجة هم قصدها فهي شو تأخذ على خاطرها أنت المفروض نسيت أن في حرمة في البيت تترياك نسيت أنا طابخة مثلا أنا مسوي طابخة أنت تباها مثلا طابخة لك سيرتاكوية يا ربعك زي خبرني شوف هاي التفاصيل الدقيقة هاي هي معناتها التفاهم والتعاون والتعود هي بعد يعني كمرأة لا تشدين بعد على الريال بعد هو نفسك ممتعود وعلى فكرة المرأة اللي نهي بطبيعتها أم وأمومة وعطوفة فتتعامل معا تعال وين ساير وين راد طبيعي فلايز على الريال يعني هي من حرقتها علي وبعدين هي تقول في خاطرها يعني هذا زوجي وهذا مالي وحقي أنا بوعتني فيه واهتم فيه وجميل وهو طبعا لازم يفهم فيه شباب شو يشوفونها خانقتني ما تخليني أتنفس كله وينك 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 فيه خط خنقول رفيع شي ضعيف ما بين أني أضغط وفي نفس الوقت أتعايش أتعايش يعني نرجع للنقطة الأساسية رقم واحد أنا لازم أفهم أني عندي مسؤولية مم مثل قبل اثنين لازم يكون فيه تعايش والتعايش فيه حوار حوار نتحاور ونحط في بالنا رقم الثالث رقم ثلاثة أن أول سنة إلى سنتين من الزواج أصعب السنة لأن أنت داخل على مؤسسة مثل الوظيفة يديدة تتعرق تبني بالضبط وتبني النظرة والناس تأخذ نظرة عنك وهي لا ما شاء الله كافوا هذا الشخص نفس الشي هي وإنت نفس الشي ويقول والله فيها الخير وقفت معي وما قصرت وتعاونت أنت كيف تعرف أنه تتراكم وتراكم فتبدأ تكون عندك تاريخ عن هالشخص صح 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 فدرجة المسئولية أني أنا واعيا أنها مسئولية العرس يروح المعازيم تروح كل شي يخلص في النهاية يتمشو فهذا الكلام مش قلة لا سمح الله في العروس لكن هي قلة تثقيف في شو يعني التكاتف والتعايش في زواج شو عرفت كيف يعني أنا المفروض أن الشخص هذا يعني أنا عرف أنه في الدولة ما شاء الله يعطون دورات قبل الزواج أن هذين مقبلين على الزواج أنا أقول أنه سيروا سجلوا في هاي الدورات يعني ينفع حق اللي مثلا متردد على الزواج نعم مثلا نشوف مثلا حنمان ربعة شاف مشاكل ربعة على الزواج هم متردد يقول ما يبا يتزوج ريال اللي يفكر لا 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 ما بتزوج لا لا عزوف الرجال عن الزواج هم فيه في مصطلح تقول لك لا لا ما بتزوج ليه إش يا أخوي ما بتتزوج لا شوف المشاكل يا سستوي لا بشرط بالعكس أنت يا ستحضر عمرك يعني أنه في كل زواج أنت حاط في بالك أنه في كل زواج بيكون فيه طلاق لا هذا خطأ أنا المفروض المفروض أن الزواج الله أوجده لعمارة الأرض أفهم هاي المعلومة اتنين الرجل والمرأة تقامليين يعني يكاملوا واحد يكمل الثاني يكملون بعض تمام فالريال ما يقدر يعيش من غير امرأة المرأة بأقول لك شي المرأة تقدر تعيش من غير ريال فهو وجوده مهم ولكن غير أساسي ليش؟ لأنه فيه ناس تترمل صح يعني فهي المرأة تقدر أنها تمشي حياتها من غير رجل لكن العكس أنه رجل فعلا بحاجة إلى امرأة في حياته دائما فرب الحلمين خلقنا كذلك فأنا ياهي أقول لك طبيعي بيويك وقت عليك باتتزوج بس يوم أنت تتزوج شوف كل المشاكل اللي سمعتها حاول أنك تتفاداها حاول أنك تتعلم لا أنا بأسوي شي لأنا بحاور أكثر بأحتوي أكثر بحب أكثر المرأة تحب كذا وكذا الريال يحب كذا وكذا أنا بعلمها كيف أنا أبا مو بأني أعلمها يعني أعلمها لا أدرسها لا يعني أعرفها أنا شو أطباعي أنا شو أحب حلو كثيرين أنا الحين بأيقول لك زين دكتورة والزواج ترى هو تقليدي وعادات وتقاليد أنا الصراحة واحدة مع العادات وتقاليد أنا مع العادات وتقاليد ومع التقوى والدين وأنا في رأيي أنه بعد الزواج هذا نصيب لكن الإنسان يستخير ويستشير ويتأكد ويشوف النظر الشرعية ويسأل يسأل صاحب يسأل خواته يسأل أمه يسأل أهله يسأل كذا وهي بعد نفسي إليه ما يأخذون العلوم وبعدين في النهاية توكل على الله في النهاية أنك ترك وتتزوج وبس أنا ما يريد تزوج ما يريد تزوج عزوف لا إن شاء الله لا إن شاء الله السؤال الثاني كان بخصوص الحرمة تشتكي من ريلها أنه ما يشوف العيال يرد البيت التعبان وتحاول أنه تحاول تقول يعني يشوف العيال وطلع عامها فالريال يقولها أنه ما قالها الريال آه الريال يقول أنه التربية عليك وأنا بس اللي عليه أغراض العيال وأطلع عام أسليهم وبس أنا رات من الدوام التعبان ما يخصش فيه فشو رأيت بهالكرام أنه أبداً ما يخصه في التربية آه وأنه بس هو عليه يطلعهم يطلعهم يشتري أغراضهم صدق يعني هو صدق يعني بس الفكرة مبهنية آه الفكرة أنه في عقله وطبعاً تفكير في بعض الفراغات لازم نملئها يعني بالمعلومات هم هو حط في باله الريال أن الرجل دوره واحد اثنين ثلاثة اه مثل الامتحان عدد واحد اثنين ثلاثة بس والمرأة دورها واحد اثنين ثلاثة بس وهذه وظيفة وهذه وظيفة ولو سمحت لت يعني بما معناه كأنك في شغل أنت ما تتدخل في وظيفة غيرك وانت ليش عندي تتدخل في وظيفتي اه هو في باله هو عبالتي هو المعلومة المكتملة المفروض إن صح أنت وظيفتك نعم لكن نسى كلمة هي لا تختصر على ذلك فهي ليست فقط هذه الوظائف بل بالعكس في عندك وظائف مشتركة هي عندها وظيفة مشتركة معاك وانت نفس الشي هو نسها المعلومة فهنين تفرق لا التربية بالاثنين طبعا طبعا الولد يحب يتعلم من أبوه طبعا يشتغل ريال يقول لك لا تصيحه غد ريال فيه صح ريال ما يصيحه ايه ف والماء والبنت سبحان الله علمها يا أخي والله نرجع لديننا ليش رب العالمين كرم اليتيم ليش لأن اليتيم ما لأب بمعنى أن المفروض يكون للسند مفروض أن يكون للظهر صح صح والعبادة صح تكاتف تكامل عملية دائما متكاملة متكاتفة مع الزوج والزوجة آخر سؤال وهو واحد من ربعي ما أقدر أقول اسمه لا تقول لا تقول هو يحاول هم حصل يعني حد ويحاول هم حبوا بعض ويحاول يكلم أهله أن يعني 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 يبا ياخذ بنته بس أهل أهل البنت مش راضين بس البنت يعني تاخذ الرياض فهو مش عارف شو يسوي وأنا ما قدرت أنصحه لأنه صراحة هل أمور أول مرة يعني أهلها رفضوا أهلها رفضوا بس لكن هم الاثنين يبون بعض وأهله أهله عادي عنده ما عندهم مشكلة لكن أهلها رفضوا هو الحين محتار في حاله شو يسوي شوف دعنا نكون صريحين كل عائلة لها نظامها ولها أب ورب المركبة ومربي عياله على أمور ولازم نتبع هذه الأمور أبوي أبوك كل حد فالنظام في البيت قلنا هي مؤسسة فالنظام في هاي المؤسسة واحد اثنين ثلاثة لما تي تطلع انت عن هالنظام تتعب تتعب لذلك يجب أنك تحسب حساب لا تعطي قلبك لحد لكن هي تحصل لا تعطي قلبك لحد قبل الخطوبة قبل الزواج هي تحصل لازم يحاول يقنع أهلها بأي طريقة يتمع يستوعبهم يفهمهم يحاول لأنه يرضيهم بأي شيء يعني شو يبون أحيانا المطالب تكون تعجيزية وأحيانا المطالب تكون مستحيلة لأنه عندهم نظام معين ما يأخذون إلا واحد اثنين ثلاثة أربعة أنت فاعمل لدينا أسس نعم فما يقدر يتحدى هذه الأمور فأنا هنا أقول إذا استأذن وما دخله فارجعوا وهو الأفضل لأن لو لا نصيب فيها بيأخذها نعم بس جرب يحاول يشوف يرضيهم يحاول يتحاوروا إياهم في عوائل أخيراً تخضع وترضى لكن رجاءاً للشباب والبنات لا تأخذكم الحمية والحماس وأعادي أهلي وهذاكي عادي أهله ونأخذ بعض ترى فيه قصص كثيرة حب يأخذون بعض وصح الأهل كانوا رافضين وبعدين يرضون وبعد ما يأخذون بعض بعد هاي شوف عيني يعني ما بين أحد قال لي ما بينها عن 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 يعني شوف أقول لك يبون بعض خلاص بعد ما تزوجوا أول ما سكنت وياه قالت أبا هاي فرقت غير أول ما سكن معاها المطب هنا ما حبته كرهته وهو كذلك وهو هما الآن في درب فراق فمو الشرط كل حب يكون في نهاية زواج ومو بشرط كل يعني أيضاً بتقول لي ممكن عادة وقال بعد نفس الشيء في ناس تتطلق أكيد نصيب ترى هاي نصيب لكن إحنا نحاول نخفف من المشاكل نحاول يكون في حوار أكثر يكون في عطاء أكثر حب أكثر احتواء أكثر أقرأ الثقاف أخذ حرمتي نصير عند مستشار أسري متخصص أنا ذكاء عاطفي تخصص ذكاء عاطفي كيف أدير ذاتي كيف أدير ذاتي كيف أتطور تطلق أفضل نسخة من ذاتك في هاي العلاقة لكن في ناس متخصصين مستشارين أسريين شغلتهم يعطيك حل واحد نين ثلاثة سوي كذا كذا انت وهي وانتي سوي كذا والبحر موجود بس سوي خذ الخطوة وابدأ شو تتريع لا والله والمشكلة وين يي اس يقول له هاي ما لا حل يعني يوصفها كذلك ما في فايدة ما تسمع ما في فايدة وهي تقول عنه أصلا ما يلس في البيت خليني أشوفها أول عرفت بس في حلقة مفقودة في مبكلة على الريال الذنب مبكلة على الحرمة الذنب هو مثل الشارع اللي نفس شارعكم هذا اللي تحت اللي ما في باركينغ الله يستر زين ترى شارع تو ويز سايرات بالتساوي الزواج كذلك الله يعينهم اللي تجي على فكرة الله يعينهم نعم الحب مؤلم واخي عبد الرحمن ايه والله والله يعني فكروا قبل لا تحبون والله مؤلم ايه والله انا حاولت انصحها بس يعني ان شاء الله يعني تدخل للمعلومة اللي انت عطيتنا الحين وان شاء الله يعرف شي يسوي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعد يستشيروا يستشيروا يسألوا الناس اهل الخبرة ما شاء الله ما شاء الله اكثر اهل الخبرة في حالات المحامين الموجودين المستشارين الأسريين والإصلاح الأسري ما يقصروا وغزارة تنمية المجتمع هاي التنمية المجتمع والله ما مقصرين دروس كثيرة واستشارات كثيرة ونحن موجودين انا تخصصي ذكاء عاطفي في ادارة حياتك في ادارة ذاتك حياتك العملية العلمية الأسرية نعم أكيد بس لحد معين الشيخ مصور بن زايد يعني هو يعني ضد الطلاق يعني يعني أنه لو مثلا طلبات وصلت الطلاق يعني قايل لهم أنه أي موضوع يعني في ملف طلاق أنه يوجهه إلى توجيه الأسري نعم عساس أنه يحلون المشاكل أنهم ضد الطلاق نعم عرفتي فإن شاء الله يعني ما حد يروح له الدار يعني سبحان الله يعني عشان نكون صريحين كثيرين يطلقون يرجعون لبعض أنا الحين عندي هذا الموضوع أنا دائما أحب أصلاح ذات البين أستانس قدتيني أستيشاد قلتيني أطلق حبيبتي ليش تبين أنت طلقين يعني ليش والله ما يسمعني والله يعني هو يقول أنه تغير ليس كذلك أعطي فرصة لا أخاف يرجع ما يفعلني أنت هذا الخوف من وين هني يدوري أنت هذا الخوف من وين ياي ليش عندي هذا الخوف ما عندي ثقة آه أوكي نزيل فنتكلم مع الرجل ترى يا جماعة الخيات يا فلان زوجتك خايفة من سالفة الثقة ليش ما تجدد الثقة معاها عدل أمورك معاها أثبت كلمتك معاها ترى أنت عشان تثق فيني يا أخذ وقت خليها تعطيك الأمان وكون قد الثقة فندخل في اللاوعي ونشوف ليش هو عنده هاي المشكلة ونوين ياي تربيت بيت نتكلم أكثر بالذكاء العاطفي والمهارات شو أقو شو أسوي عشان أطور من هالخصلة يعني تدريب عشان الله عليش دكتورة لا يخلي عشان ما نطول عليش دكتورة في رسالة حابة توجيهينها ولا الشي في خاطر الرسالة اللي أبو أقولها يعني صراحة لا تتوجهون حلوا أموركم مع بعض لن نطلع بسرعة نقول حق الأهل لأنه بعد سمعت الريال وهو بعد لا يصير يتكلم مثلا يعني فيه ناس تتكلم بكل مكان حريم الريال لا استروع لبعض ترى أنتو اليوم زعلاني باتشر حبايب صح كرامش فيوم أنت حبايب ترى الناس ترى دروا عنكم لا فالنظرة نظرتي في الشخص أو نظرتك فيني أنا بتقل هذه واحدة اثنين الطلاق مو حل طلاق حل ولكن آخر حل آخر آخر آه إحنا الحين لا نفكر إذا ما عندي هالشي بتطلق ما يستوي هذا هو مشكورة دكتورة شرفت شرفنا كانت معنا دكتورة مايا الحواري نعم الحواري وإن شاء الله بنشوك في الحلقة القادمة شرفنا شرفنا في عبد الرحمن تسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة